أخيراً هنشوف محمد سلام تاني في السينما وشكله هيرجع يشتغل بعد مشكلته مع توركي ألي الشيح بعد غياب طويل بيرجع محمد سلام بفيلم جديد اسمه بضع ساعات في يوم الماد اللي هنزل في السينما في شهر نظمبر اللي جاي ولكن بعد ما جمهور فرح انه رجع يشتغل تاني وأخيراً جاء له عروض شغل اتفاجئنا انه ما دلوش شغل ولا حاجة والفيلم ده متصور من بدر جداً ولسه محمد سلام قاعد مش بيشتغل ومش بيجيله اي عروض شغل من شركات انتاج في مصر والمشكلة دي عيشة محمد سلام بعد قدم تعتذره عن المشاركة في مصرحية دواج اصطناعي اللي اتعمل في موسم الرياضي وده بسبب احداث اكتوبر في غزة ورفضوا انه يكمل المصرحية وده سبب له مشاكل كتير مع المنتجين فما قاوش يطلبوه في اي عمد وبقى حرفياً قاعد من غير الشغل طول الفتر اللي فاتت ومبقاش يجيله اي عروض شغل لأفلام او حتى مسلسلات مكانش فيه غير اعلان واحد بس لجبن البنزة اللي بالمناسبة مش مقطعة ورغم احتياجه الشديد للشغل لكنه رفض انه يعمل اعلانات لمنتجات مقطعة زي ما كتير من الفنانين عملوا مع انهم مش محتاجين فلوس قدوا زي احمد السقق او عمر دياب وثامر حسن وفضل متمسك سلام بموقفه ومغيروش حتى وهو قاعد في البيت قل لو انت مكان سلام هتعمل ايه هتوافق تتخلى عن موقفك عشان تعرف تشتغل ولا تختار مبادئك مقابل الفلوس شاركنا براك في الكومنتات وما تنساش الفلو علشان اخبار تانية كتير